في الزمالك مصطفى فتحي بيضغط على إدارة التعاون إنه هم يخلصوا اللي الزمالك عايزوا عشان أنا عايز أمشي ده اللي بيفكر فيه مصطفى فتحي القصة قلت لكم من بارح إنه فيه احتمالية تراجع من جانب التعاون قلت لكم إن الزمالك نفسه قد يقبل بإنه القصة تبقى على دفعتين لكن هو قراره اللي قاله في اليوتيوب رئيس الزمالك اللي أستاذ مرتضى منصور هو إنه لا أنا عايزة على دفعة واحدة ما تقبلوا ما توافقوا ما تخلصوها في التقارير البرامج السعودية بتكلموا في إنه سياسة التفاوض والتعامل من جانب التعاون وإنه يتعرف إنهما دفعوا على دفعة واحدة ممكن تضر النادي فده سبب إنهما متمسكين بينها تبقى على دفعتين لكن مصطفى فتحي بيحاول بكل الطرق إنه قدرت التعاون تقبل بما يريده الزمالك الزمالك بيتواصل مع سيف الدين الجزيري علشان يحل أزمة مستحقاته المالية لإنه هو قد مهل لمدة خمستاشر يوما وده اللي كنا عرفنا مبارح ما قلناهوش إحنا لإنه عرفناه بعد كده لكن النهاردة تابعنا مع الزمالك فتواصل معه وهو في تونس مع منتخب تونس في الكاميرون وإنه هو ما فيش أزمة مع سيف الدين الجزيري وإنهنا تواصلنا معه مباشرة لإنهاء الأزمة مبكرا ومرتدى منصور تواصل مع سيف في مدخل في تليفون يعني وقال له إن إحنا هنحل المشكلة خلال الأيام القيام المقبلة وهي مش مشكلتك أنت بس هي مشكلة الجميع اللي فيهم أوباما هل أوباما اتفاجئ بأن عقده مضى على عشر مليون ولأ رقم أقل الإجابة لا لأنه سألنا أطراف عدة في نادي الزمالك قالت لنا لا سألت أوباما سألت بنفسي أوباما ما كانتش إجابته لا كانت إجابته والله ما أعرف أنا مش عايفة أصلا الخبر ده نزل إزاي لكن أنا وليه ما أعرفش لأن أنا أصلا من ساعة مماضية العقد في عهد اللي هو إعماد عبدالعزيز ما أبطش ما أخدش ولا جنيه فبالتالي حتى مش هعرف أحسبها أنا أخد خمسة وعشرين في المية فبالتالي دول خمسة وعشرين في المية من اللي أنا مضي ولا من اللي تقال إن هو مكتوب لي في العقد فأنا عن نفسي معرفش وهروح أسأل بكرة في الزمالك لأطمئن لكن أنا ما عنديش أي معلومة وقرأت الخبر زي زي الناس فده معلومتنا من نادي الزمالك إنه لقى العقد سليم ورد أوباما على هذا التقرير اللي ألهلنا النهاردة شيكابالا هيرجع لتشكيل الزمالك الأساسي في مباريات كأسة الربطة تبقى لمعلمنا اللي هو هيبدأ من مباراة غزل المحلة المقبلة وفي الزمالك هناك اتجاه لتغريم محمد أشرف روأة بسبب المشدة اللي وقعت مع جمهور الزمالك اللي هو قال إنهم بعضهم شتموا فده كان سبب رد فعله لكن في نادي الزمالك بعد التحقيق اللي قلنا عنهم بارح في اتجاه لتغريم محمد أشرف روأة شكرا للمشاهدة